للمزيد تنضم إلينا من الأردن نانسي نور مفادة أكسترا نيوز نانسي أهلا بكي وحدثينا في البداية عن ختام القمة وأبرز ما جاء بها نعم رهان برحب بكي دعيني ألخص ما حدث في هذه القمة قمة بغداد في النسخة الثانية التي تعقد هذا العام في الأردن على سواحل البحر الميت والتي تأتي امتدادا لفعاليات القمة الأولى قمة بغداد في نسختها الأولى التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد معنية هذه القمة بشكل أساسي للحديث عن دعم واستقرار العراق وازدهاره وتنميته وبالطبع كان هناك حديث عن قضايا أخرى حيوية تتعلق بالمنطقة الإقليمية ما يتعلق بالتحديات الأمنية التحدي الخاص بأمن الطاقة التحدي الغذائي والأمن المائي والصحة وأيضا الأمن الدوائي هذه القمة كانت بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الدول العربية والإقليمية وأيضا بمشاركة فرنسية وعدد طبعا من الوفود الرسمية والكيانات الأخرى نتحدث عن مجلس التعاون الإسلامي مجلس تعاون الخليجي جماعة الدول العربية المفاوضية الخاصة بشؤون النازحين والأونروا وغيرها من الكيانات والمنظمات الرسمية كان هناك في هذه القمة كلمة لكل الرؤساء والقادة المشاركين فيها منها كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تقدم بالتهنئة للعراق ولرئيس الوزراء العراقي والشعب العراقي لما وصلت إليه من استحقاق دستوري وأيضا وصلت إليه إلى تقدم وازدهار وإلى آفاق أرحب أيضا هنأ الشعب العراقي بقدرته على تحدي الإرهاب وتمكين مؤسسات الدولة المختلفة للوصول إلى القضاء على الإرهاب ودحر تنظيم داعش الإرهابي تحدث أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن انعقاد هذه القمة هو دلالة سياسية على الرغبة الصادقة من كل الدول المجتمعة للوصول إلى حل في دعم واستقرار والحفاظ على تنمية وازدهار العراق وأيضا تحدث على العلاقات الأخوية الوطيدة والسياسية التي تجمع بين مصر والعراق من جانب وأيضا تحدث من جانب آخر على العلاقات التي تجمع الدول الثلاث مصر والعراق والأردن على نحو آلية التعاون الثلاثي المشترك أو آلية العمل الثلاثي أو ما يعرف بمشروع شام جديد أيضا كان هناك حديث عن مفهوم الاستقرار كما وصفه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال أنه له متطلبات مختلفة يتعلق هذه المتطلبات بسيادة القانون احترام مبادئ الجوار عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أيضا ما يتعلق بالعديد من المتطلبات الأخرى التي فيها عدم التدخل في شؤون الدول وغيرها وتحدث أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن هذا لن يتحقق إلا بالوصول إلى حرية يعني الزين والمعتقدات والبعد عن التطرف والتشدد وأن هذا العالم يتسع للجميع والحوار هو القضية الأمثل للوصول إلى حل للقضايا الخنافية في مختلف المجالات أيضا السيد الرئيس كما تبعنا وجه رسالة للشعب العراقي رسالة تحدث فيها على ضرورة دعم الازدهار والتنمية في العراق واستكمال هذه المسيرة التي قدها الشعب العراقي للوصول إلى هذه المرحلة في دحر الإرهاب وأكد لهم أن دائما مصر هي عون لشقيقة العراق في مختلف القضايا والمجالات وربما ذلك يذكرنا أيضا بقمة بغداد واحد والتي أيضا وجه فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الكلمة للشعب العراقي في ختامها وقال أن أمة كالأمة العراقية لها هذه الحضارة العريقة بالتأكيد لها مستقبل مشرق فيما يتعلق بالبيان الختامي لهذه القمة تم التأكيد على الهدف الأبرز والأمثل لهذه القمة دعم واستقرار وازدهار العراق وذلك عن طريق العديد من المجالات التكامل الاقتصادي المشاريع بين الدول العربية الدول الإقليمية ودول الجوار ودعم العراق سياسيا واقتصاديا وأيضا في التحديات الأخرى منها تحدي المناخ على سبيل المثال وفي هذه النقطة أشير إلى إشادة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرن بتنظيم مصر لقمة المناخ في شهر نوفمبر الماضي في مدينة شرم الشيخ وقال أن مصر استطاعت جمع العالم والوصول إلى حلول القضايا الملحة والقضايا المختلفة منها القضايا الأبرز صندوق الخسائر والأضرار في هذه النقطة تحديدا كان هناك إشارة للرئيس الفرنسي إلى أن المجتمع الدولي ينظر إلى المنطقة العربية إلى المنطقة الإقليمية عن كثب ربما ذلك يذكرنا بالأزمة الخاصة بالطاقة التي تمر بها الدول الأوروبية نظراً للصراع في أوكرانيا والارتفاع الغير مسبوق في أسعار الطاقة في الدول الأوروبية وكما تعلمي أن الكل ينظر إلى المنطقة الإقليمية عن كثب في هذه الأثناء وتحديداً مصر أيضاً باعتبارها مركز إقليمي لتداول الطاقة لما تتمتع به من ثروة غازية كبيرة بونة احتية للإسالة وأيضاً ما يتعلق بفوائد كهربائية بسبب المشاريع المختلفة للطاقة الكهربائية في الداخل المصري نعم أشير أيضاً في هذا الصدد في البيان الختامي تم التأكيد على آلية العمل الثلاثي بين الدول الثلاث مصر والعراق والأردن أخيراً ريهام يعني لو سمحت سيلي أن أبتعد قليلاً عن هذه القمة وأتحدث الحقيقة عن دور مصر الرياضي بشكل عام خلال الثمان سنوات الماضية كان هناك جهد سياسي مضني واستثنائي للغاية لمصر خلال الثمان سنوات الماضية لعودة مصر مرة أخرى إلى دورها التاريخي والرياضي في المنطقة على المسارات المتوزية والمختلفة على سمية المثال دعيني أبدأ معك بترميم علاقة مصر بالقارة الإفريقية إعادة مصر لريادتها في القارة الإفريقية أصبحت تتحدث بلسان كل القارة في مختلف المناسبات ومختلف القمم على الجانب الآخر بالتوازي أيضاً كان هذا الحال بالنسبة للأمة العربية التي كانت تأمل أن تعود مصر لريادتها التاريخية وهذا ما حدث بالفعل وعادت مصر مرة أخرى إلى دورها التاريخي والريادي وقامت بدعم كل الدول العربية في أغلب القضايا والمجالات تحت مظلة جميع الدول العربية أو ما يتعلق بالعلاقات الثنائية أو الصياغ الأوسع نطاقاً هذا الدور الريادي تكلل الحقيقة وأصبح واضحاً للغاية فيما يتعلق بالية العمل الثلاثي التي دشنتها مصر بين العراق والأردن ومصر لعودة العراق إلى الحاضنة العربية مرة أخرى والحقيقة أن آلية العمل الثلاثي إذا نظرنا للبيان الختامي لهذه القمة قمة بغداد في نسختها الثانية سنرى أنها هي كلمة السر في البيان الختامي هي الآلية الواضحة لعودة العراق إلى دورها مرة أخرى لعودة العراق إلى الحضن العربي مرة أخرى تكلل هذا النجاح بهذه الآلية آلية العمل الثلاثي أو آلية العمل المشترك الثلاثي بين الدول أو ما يتعلق بمشروع شام جديد كما يسمى أعود إليك مرة أخرى رهام نانسي بأشكرك شكراً جزيلاً على هذا الملخص الوافي جداً والملئ بالتفاصيل الحقيقة بأشكرك داتينا فكرة شاملة جداً عن مدار خلال هذا اليوم وخلال قمة ومؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بدورته الثانية في الأردن عمان وأيضاً طبعاً يعني كان فيه ملخص منك أيضاً للتعاون بين الدول الثلاث وبالتالي أنا أشكرك شكراً جزيلاً على هذه التفاصيل المهمة شكراً نانسي نور شكراً للمشاهدة